ومعنا من محافظة صعدة مراسل العربية محمد العرب أهلا بك محمد معنا في الخامسة على العربية ما تفاصيل هجوم الجيش الوطني على المنطقة بين مدريتين مجاز وباقن؟ نعم نادي نحن في بث مباشر من فوق سد آل زماح الكبير وهو ثاني أكبر سدود محافظة صعدة بعد تأمين السد الأول سد عال سبحان اليوم سد عال زماح أصبح مؤمن بالكامل السد يستخدم لجمع مياه الأمطار من مديريتين باقم ومجاز والميليشيات قامت بتحطيم مضخات المياه التي عليه مما جعل العراضي التي حول السد تعاني من العطش الوصول إلى هذه النقطة بمعنى أن الجيش الوطني سيدشن عملية عسكرية بثلاث محاور محور يتجه إلى قطابر محور يتجه إلى ضحيان مركز مديرية مجاز ومحور يصل إلى الصفراء ويلتحم على لواء حرب واحد نعم نادي هل لهذه الأسباب التي أشرت إليها كان التركيز على مجاز وباقم هل ستفتح جبهات عدة من بعدها طبعا مجاز ومركزها ضحيان وضحيان هي مسقط رأس عبد الملك الحوثي وأمامها معسكر مطرة وهو معسكر عقائدي كانت بداية الميليشيات من معسكرين معسكر نقعة بالصفراء ومعسكر مطرة في مجاز اليوم الجيش الوطني لا يبعد إلا ثمانية عشر كيلو متر عن هذا المعسكر العقائدي والفكري للميليشيات والجبال التي ستظهر بكاميرا زميل إسلام عاطف هي جبال مجاز التي تفصل مديرية باقم عن مجاز وهي اليوم مسرحا لعمليات عسكرية لجنود محور علب بقيادة العميد ياسر مجلي وهناك تواجد ودعم من تحالف دعم الشرعية من الجو بالطيران ومن الأرض بالمدفعية والراجمات بالإضافة إلى العناصر الراجلة على كل حال يا محمد نحن نتابع معك هذا المكان لو تعطينا أكثر تفاصيل ما أهمية هذا السد الذي تتحدث عنه ونحن نشاهد هذه الصور البعيدة لصورة نظرة أوسع من المكان الذي أنت تتواجد فيه الآن ما أهميته نعم نعم السد هو علامة دالة توضح لأهالي اليمن وصول الجيش الوطني إلى هذه النقطة بمعنى أن مديرية باقم أصبحت قابقوا سنوادلاء من التحرير ويطرق باب مديرية مجز بقوة الوصول إلى هذه النقطة يثبت أن الميليشيات في حالة تقهقر مستمر وأن الجيش الوطني اليوم أصبح لديه نقاط مرتفعة وجبال تساهل عملية العسكرية له وتعطيه أفضلية قتالية وتكتيكية ولوجستية لسيما بعد أن كانت الميليشيات هي التي في القمم والجيش الوطني في الوديان الآن أصبح الأمر معكوس أصبحت القمم عند الجيش الوطني والميليشيات تقهقرت إلى قلب صعدة بالوديان وهذا يجعل أفضلية قتالية لجنود الشرعية أنا أشكرك جزيلا شكر من محافظة صعدة مراسل العربية محمد العرب